اشتركوا في القناة مباراة صعبة جدا مباراة بالتأكيد في احتمالات عديدة وكثيرة ولكن بالطبع فترة القادمة هنشتغل على الجانب النفسي العامل النفسي مهم جدا شح همم اللاعبين وشحن المعنويات بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي جاية خاصة ان المباراة اكيد الالي محتاج فيها مكسب بعي نتيجة من اجل احراز اللقب الافريقي وإحراز البطولة الرقم 12 حالة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كثيرة تفاصيل عديدة هنتكلم في موضوعات مهمة جدا في النهاردة عندنا قضايا واخبار جديدة وحصرية كالعادة من خلال برنامج الترند هننفرد بيها ونتكلم فيها محضراتكم في اطار الاستعدادات واخر الكواليس والاخبار قبل مباراة الترجي بحوالي 4-5 ايام بعد التنزل بدأ مباراة صعبة الكل بينتظرها بالتأكيد على احر من الجمر ولكن النهاردة هيكون معندنا تفاصيل جديدة واخبار مهمة جدا اللي بالتأكيد بتهم جماهيري النادي الاهلي وكمان هنطممكم على إصابة علي معلول والعملات الجرحية اللي أجراها صباح اليوم ومدة غيابه خلال الفترة اللي جاية ألف مليون سلامة على علوله إن شاء الله بإذن الله تكون البطولة الافريقية خير تعويض لي بعد الإصابة اللي اتعرض لها في لقاء الزهاب في الردس لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وهسأل حضراتكم من خلال متابعتكم لمباراة البطولة أصعب مباراة للأهلي في مشوار دوري أبطال إفريقيا هذا المسم حتى الوصول النهائي أصعب مباراة أصعب مرحلة أصعب لقاء سواء داخل مصر أو خارج مصر الكل يدخل ويشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وهستعرض في الجزء الأخير من برنامج الترند رأي حضراتكم في هذه الجزئيات وأصعب المباراة من وجهة نظركم في مشوار الأهلي لدوري الأبطال هذا المسم بعد الوصول إلى النهائي والمحطة الأخيرة في مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل لكن نبدأ بسرعة بأهم العنوين البداية في ترند الأهلي جراحة ناجحة لعلي معلول وكمان بأسس الترجي تصل الأربعاء وفي الترند المحلي مرموش يربك حسابات جهاز المنتخب بسبب عملية جراحية موضوع المنتخب أكيد هنتكلم فيه في الحلقات اللي جاية ولكن بعد نهاية إفريقيا عندي تباصيل كثيرة متعلقة بانضمام المحترفين المعاصقة للمنتخب قيمة حسام حسن ليستعد من خلالها لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم نروح لاستعراض مباريات اليوم وإحنا خلاص بنختتم مباريات الدوريات الأوروبية والدور الإيطالي بعد بالأمس ما حسن منشستر سيتي اللقب الدور الإنجليزي البريمير ليج للعام الرابع على التوالي نارد عندنا مباريات في الدور المصري مباريات ختمية في الدور الإيطالي والبداية هتكون مع الدور المصري واستكمال مباريات الجولة الـ 24 ساعة 4 كان فيه مباراة ما بين المصر وإمبي وانتهى الشوت الأول بالتعادل السلبي 0-0 الساعة 7 فيه مباراتين في توقيت واحد زد سيستضيف الاتحاد السكندري والمقاولون العرب سيستضيف فاركو نروح للدور الإيطالي والساعة 7 ونص سارينتيانا هيستضيف هيلس فيرونا وبيلونيا هيستضيف يوفينتوس في الساعة العاشرة إلى ربع من مساء اليوم احنا خلاص في الرمك الأخير من مباريات المتعة والإثارة والقوة في دوريات الأوروبية كل الدوريات نروح نتحسمت بنسبة كبيرة جدا سواء الألماني أو الإيطالي أو حتى الإنجليزي بفوز السيتي لأربع سنوات متتالية بلقب الـ Premier League لكن الدور المصري لسا مستمر احنا في الجولة الـ 24 أهل وزواج لابه 15 مباراة فلسا الدور المستمر لغاية نهاية شهر 8 بإذن الله فاصل ثم نواصل ابتداء من الغد بإذن الله الأهل يستانف تدريباته استعدادا لمواجهة التراجي التونسي في لقاء الياب لنهاء دوري أبطال إفريقيا المباراة هتتلعب بإذن الله يوم السبت ساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة طبعا الفريق بعدما رجع صباح يوم الأحد مرسل كولر أكد على فكرة أن الفريق لازم يأخذ أجازة 48 ساعة كانت فيه أجازة بالأمس والنهاردة تاني كمان يومين كده أجازة ومن بكرة إن شاء الله الفريق هستانف تدريباته يوم التلات بحيث يكون عندك تدريبات التلات والأربع والخميس وتدخل معسكر مغلق يوم الجمعة عاقب نهاية المران المسائي على ملعب مختار التيتش بجزية أربع وحدات تدريبية هتكون كافية لمرسل كولر للاستعداد والتحضير لمواجهة التراجي التونسي ناس كثيرة بقى بتسأل هل ممكن أحمد نبيل كوكا يعود غياب علي معلول هل ممكن مرسل كولر يبدأ بكريم فؤاد في نفس المكان أو في نفس المركز اللي لعب به في لقاء الزهاب في تونس هل أحمد عبدالقادر ممكن يكون في حسابات الجهاز الفني في لقاء العودة كل دي أمور أكيد بتشغل بالكول الأهلوية الناس كلها عايزة تطمن نتيجة إصابة وغياب معلول عمر السلية صعب يلحق لقاء العودة هل في إضافات ممكن تتم على التشكيلة الأساسية هل في إضافات ممكن تكون عناصر إيجابية تكون إيجابية في لقاء العودة وتكون تعود في بعض التشكيل أو في بعض المراكز اللي ممكن يلعب بها مرسل كولر أمام الترجي كل شيء وارد لكن العايزة أكدوا لحضراتكم إن أحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر إن شاء الله بإذن الله جهزين لخد لقاء العودة واللي اتنين شاركوا في التدريبات الجامعية أثناء صفر الفريق إلى تونس في الفترة الماضية إيه التشكيل إيه طريقة اللعب ده أمر يرجع لمرسل كولر هو في النهاية اللي شايفه صح هيعمله وإحنا دايماً هنا متعودين مع حضراتكم ما بنتكلمش في التفاصيل الفنية كتيرة وأنا طلبت من حضراتكم من إمبارح لغاية معادل مباراة يوم السبت الكلام في الفنيات كتير مش هيكون إيجابي فإيه الإيجابي؟ إن كلامنا كل الفترة جاي يتكلم على فكرة الحضور الجماهيري المسندة التشجيع صوت الجمهور في الملعب بيبقى كبير جداً ومهم جداً دي النقاط اللي مهم جداً نتكلم فيها وأنا واثق تمام الثقة إن جمالي النادي الأهلي ضربت المثل كثيراً في مباريات نهايات إفريقية عديدة وجمهورنا بقى عنده خبرات في التعامل مع المباريات الإفريقية إمتى بيشجع؟ إمتى بيحمس؟ إمتى يبدأ المسندة في المباراة؟ فإن شاء الله بإذن الله كله ده هيكون إيجابي في لقاء الترجل اللي هيكون على فكرة ما يختلفش كتير على اللقاء الزهاب في طريقة التاكتك وطريقة اللعب ترجع هيجي يلعب على حاجة واحدة بس هيقفل المساحات يلعب زون ديفينس مش عايز يكون فيه هجمات يعني متبادلة مع النادي الأهلي وعايز يقفل على قد ما يقدر عايز كل ما تكون النتيجة فيها تعادل سلبي هيأثر بالسلب على الآلي فعايز يخطف على لعب هيجي فيها هدف ده تفكير الترجل وده سيستم الترجل دايماً في المباراة الإفريقية مع المدارب البرتغالي ميجيل كردوزو في كل الفترات السابقة يتعادل على أرضه يكسب بهدف وبره بيقفلوا لعب على هجمة مرتدة يخطف بها جون ولو خطف جون الله قدر الله مش هتتفرج على مطش كورة المطش هيموت ومش هتشوف كورة خالص في مباراة يوم السبت اللي جاي فالمطش صعب جداً كل الحسابات مفتوحة وكل الاحتمالات موجودة فربنا يكرم بإذن الله ويكون الأهل جاهز وموفق في هذا اليوم إن شاء الله لإحراز هذا اللقب الإفريقي الحاجة التانية علي معلول وأنا قلت لحضراتكم مبارح في أشعة هيجريها علي معلول ولو الجهاز الطبي شايف إن ممكن يستنى لتاني يوم ويعمل أشعة هيعمل لتاني يوم الصبح شايف إن خلاص أكي هو أتأكد من الإصابة هيعلن التفاصيل بالليل وده حصل بالفعل النادي الآلي بالأمس أعلم من خلال دكتور أحمد جبالله طبيب فريق النادي الآلي إن علي معلول أجرى جراحة ناجحة وهيبدأ التأهيل بإذن الله خلال إسبوعين ناس كتيرة بتسأل بقى طب مدة الغياب هتبقى قد إيه مدة الغياب هتتحدد بعد انتظامه في البرنامج العلاجي والتأهيل وعايز أفكركم بحاجة مهمة جدا فاكرين محمد الشناوي لما تعرض لإصابة في الكتف مع منتخبنا في كاس الأمم في الكودفور والناس كلها قالت الموسم انتهى لمحمد الشناوي والشناوي مش هيرجع قبل شهر ستة أنا فاكر الكلام ده كويس جدا وقتها الجهاز الطبي للنادي الأهل لم يعلن مدة الغياب وقال لك وقتها قال لك عن حد مدة غياب محمد الشناوي بناء على تفاصيل البرنامج التأهيل وبالفعل الشناوي سافر ألمانيا وعمل تأهيل هناك ورجع قبل المعاد اللي الكل كان بيتكلم فيه قبلها بشهر ونص شهرين والشناوي جاهز أقول المشاركة في التدريبات والمباريات بقاله أكثر من أسبوعين ثلاثة نفس الأمر المعلوم الناس بتتكلم في ستة شهور وتسعة شهور بيذن الله ان شاء الله أحد المكانين يقيمة هيعمل تأهيل في قطر يقيمة في نفس المركز التأهيل اللي في ألمانيا اللي عمل فيه الشناوي التأهيل بيذن الله ان شاء الله مش أقل من أربع شهور ومش أزياد من خمس شهور يعني هاب نتكلم طبعا المسلم بالنسبة لعلي معلول السنة ده هيبقى صعب جدا أنه يكمل المسلم هيخلص في تمانية لكن علي معلول هيكون جاهز للمشاركة في المباريات بإذن الله بعد التأهيل مش قبل شهر تسعة اللي جاي أو عشرة اللي جاي في فكرة بقى ستة شهور والتسعة شهور إن شاء الله الأمر ده مش هيكون موجود وممكن انت كمان تكون المدة أقل من كده حسب سير البرنامج التأهيل ألف مليون سلام على علوله كل زعلان وحزين والكل كان متأثر بإصابة معلول أكتر من النتيجة على فكرة لأن معلول أصبح واحد من أبناء النادي الآلي ثمان سنين أخلص وأدى وظهر بشكل كويس جدا وبقى حلقة وصله وعلاقة طيبة جدا حتى بيننا وبين التوانسة بسبب الاحترافية والطريقة اللي أدى فيها معلول وتواجده مع النادي الآلي وعلاقته الجيدة مع جاميري النادي الآلي في السنوات الماضية ده الموضوع التاني الموضوع التالت وده مفاجأة احنا دايما هنا دايما بنحاول نشوف الجديد نقرأ خبر نتكلم في كواليس نتكلم في تفاصيل محدش بيتكلم فيها عندي خبر في شقين شق متعلق بتنظيم نهاي دور أبطال إفريقيا بين الأهل والترجي ومن خلال مش هقول مصادر بس مصادر مع قرية الليحة اكتشفت ان فيه خطأ ارتكبته ربطة الأندية وارتكبته إدارة المسابقات في ربطة الأندية ازاي؟ ليحة دور أبطال إفريقيا فيها بنود واضحة لما الاتحاد الإفريقي بينظم مباراة أو بينظم فينال على ملعب لازم الملعب ده يكون مع الاتحاد الإفريقي قبل المباراة بـ 72 ساعة طبعا لما بصيت على جدول الدوري لأن النهاردة أنا عندي نص واضح في اللايحة هعلنه لحضراتكم بس الأول عايز أكشف بس عن تفاصيل كده خلتنا النهاردة في التريند نتكلم في موضوع ممكن يكون فيه قرار في الساعات اللي جاية إذا ما كانش النهاردة بكرة بس هيبقى فيه قرار هيبقى فيه قرار ليه؟ ببص على مباراة الجدول الدوري الأسبوع الـ 24 لقيت فيه مباراة الزمالك وفيتشر على استاد القاهرة يوم الخميس اللي جاي الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة طيب الأهل هيلعب مع ترجي يوم السبت الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة كده الفارق الزمني ما بين ماتش الزمالك وفيتشر ومباراة الأهل وترجع الده إيه؟ 48 ساعة من خلال متابعتي لكل المباراة الإفريقية والحمد لله البرنامج هنا يمكن دايماً قريب جداً من الكاوليس والتفاصيل عارفين إن في المباراة الإفريقية لو حدث غير إفريقي بينظم على الملعب اللي هيستطيعه في اللقاء الإفريقي لازم الملعب ده لا تقوم عليه مباراة قبلها بـ 72 ساعة ما بلكم بقى بنهاء دور الأططال نهائي مهم جداً الاتحاد الإفريقي موجود في القاهرة بقى اليومين عشان بينظم فاينال الكونفيدرالية ونهائي دور الأبطال فرحت للليحة لقيت الليحة فيها نص واضح نستعرض معنا الليحة كده على الشاشة بصوا مع وعد كده دي ليحة دوري أبطال إفريقيا المادة التالتة الفقرة الخمسة الجزئية التانية اللي هي من أول كلمة no much الفقرة دي ترجمتها معناه إيه؟ لا ينبغي تنظيم أي مباراة أو حدث في الملعب الذي يستضيف مباريات دوري أبطال إفريقيا قبل 72 ساعة من الموعد المقرر لانطلاق المباراة معنا كده فقرة واضحة قدام قهيو موقع الاتحاد الإفريقي على لايحة دور الأبطال والأمور واضحة جداً لما شفت جدوى للدوري وبصيت على لايحة الاتحاد الإفريقي استغربت ليه؟ فيه نص واضح في الليحة وماتش الأهلي والترجي أكيد الاتحاد الإفريقي عايز يستلم الملعب تبقى لللايحة قبلها بـ 72 ساعة والأمور التنظيمية في الماتش اللي جاي مهمة جداً بعد اللي حصل مبارح ومش هدخل في تفاصيله دلوقتي ولكن لما الرابطة تبرمج مباراة بحج مباراة الزمان الكوة فيتشار على أستاذ القاهرة يوم الخامس الساعة 7 بالليل ده مخالف للايحة الاتحاد الإفريقي وحسب معلوماتي سبق قبل كده الاتحاد الإفريقي بعت للربطة وبعت لاتحاد الكورة قال لهم الجزئية دي كذا مرة أنا حذرت منها أرجوكم ما تنظموش مباراة محلية على الملعب اللي هتقام عليه مباراة إفريقية لدرجة من المرات أو في إحدى المرات كانت في مباراة بتتلاعب على أستاذ القاهرة قبل يوم من المباراة الإفريقية وإحدى الفرق اللي كانت هتلاعب الأهلي كانت المفود تتمرن على ملعب المباراة اتأخر تدريبها حوالي ساعتين بسبب ارتباط الملعب بمباراة في الدور المحلي ودي للمرة التالتة أو رابعة تحصل السنة دي وخلال الساعات اللي جاية حسب معلوماتي إن الاتحاد المصري هيضطر لتغيير في مكان إقامة مباراة الزمال كوافيتشا تتلاعب بقى في السلام تتنقل برج العرب ما عرفش إلا هيحصل في الفترة اللي جاية لكن معلوماتي تبقى لازي اللايحة في خطأ حصل من ربطة الأندية وفي خطأ حصل من إدارة المسابقات من خلال الأستاذ عامر حسين ووارد جدا يتم تدرج هذا الخطأ خلال الفترة اللي جاية ليه أنا بتكلم في النقطة دي دلوقتي لأن احنا شايفين من مباراة للنهاردة بعد بيان الاتحاد الإفريقي اللي صدر منذ قليل وقبل بداية الحلقة على التنظيم والإجراءات الأمنية اللي تمت في استاد القاهرة ما بين الزمالك مع الاتحاد الإفريقي في نهاية الكونفيدرالية وحسب معلوماتي وكنت حذرت من الجزئية دي الإسبوع اللي فات وبأكد عليها تاني عشان مطش الأهل السبت اللي جاي وده بقى خبر مهم جدا بقول لحضراتكم في تحذير رسمي صدر في الاجتماع اللي تم من خلال قسم الأمن في الاتحاد الإفريقي مع الأهل والزمالك في استاد القاهرة الإسبوع الماضي وحذروا وقالوا نصا أنا بأكد الكلام ده تاني عشان مطش الأهل اللي بإذن الله كالعادة هنشوف تنظيم مختلف تماما الأهل اللي متعود على تنظيم النهايات فهنشوف تنظيم مختلف بإذن الله ولكن الجزئية دي بفكر بها الناس لعل لو عسى الناس تاخد بالها من الجزئية دي لأن دي المشكلة اللي ممكن أو اللي مش ممكن هي خلاص حولت مطش مبارح في الكونفدريل لجنة انضباط إيه هي المشكلة القسم بتاع السكيريتي ووفيسر في الاتحاد الإفريقي بيحذر من تواجد الأسر والأطفال وأي شخص ليس معني بالمباراة أن يتواجد في أرضية الملعب قبل أو أثناء مراسم التتويج وأثناء تسليم الميداليات ده جزء مهم جدا لدرجة أن المنصق الأمني حذر وقال لو لاعب أو مسؤول تواجد مع أطراف أخرى ليست معنية في هذا اللقاء سيتم إيقاف هذا المسؤول أو هذا اللاعب الأمر مش هيكون فيه غرامات ملابس ده هيبقى فيه إيقافات يعني مطش مبارح والبيان بتاع الكاف اللي صدر منذ قليل في لجنة الانضباط وارد على فكرة أو مش وارد دي معلومة ودي بيان الكاف اللي صدر منذ قليل أن ملف مباراة نهاية الكونفدرالية بالأمس اتحول لجنة الانضباط وبأكد لحضراتكم أن لو حصل خروقات لقدر الله هيبقى فيها إيقافة للجنة الانضباط وفيها إيقاف سواء للعيبة أو لمسؤولين بخلاف الغرامات المالية فدي جزئية مهمة جدا كنت أتكلم عليها بالإضافة لجزئية استاد القاهرة اللي بحذر من دلوقتي وبقول للربطة أكيد لازم يتم تدارك هذا الأمر إلا بعد لو جالك خطاب من الاتحاد الفقي دوارك جدا في الساعات اللي جاي ده خبر مهم ودي قضية مهمة كان لازم النهاردة نتكلم عليها في برنامج التريند لكن كل الثقة بالتأكيد في تنظيم الفاينال لأن الأهل عنده خبرات كبيرة جدا في تنظيم النهايات في الفترة السابقة فاصل ثم نوصل طيب على الجانب الآخر فريق التراجي التونسي سيصل القاهرة بسلامة الله بإذن الله مساء يوم الأربع اللي جاي خلاص تم الاتفاق وتم الإختار في الساعات الأخيرة مسؤول التراجي حدده معاد وصولهم إلى القاهرة مساء يوم الأربع لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهل يمكن في الأيام الأخيرة التراجي التونسي كان عمل عدة اجتماعات لتحديد معاد وصوله وبالأمس أخطر مسؤول النادي الأهلي أنهم هيصلوا القاهرة بإذن الله على متن ورحلة خاصة إلى القاهرة مساء يوم الأربع عاقب أداء تدريب صباحي في تونس يمكن فريق التراجي هيوصل للأربع بالليل هيتمرن يوم الخميس في أحدى الملاعب الفرعية يوم الجمعة على استاد القاهرة يلعب المباراة مع النادي الأهلي يوم السبت وعلى فكرة النادي الأهلي بيجهز استقبال خاص لفريق التراجي التونسي خلال وصوله لخد مباراة الإياب وعايز أقول لكم ممكن فيه لجنة مشكلة داخل النادي الأهلي بشأن التحضير لترتيبات استقبال بعثة التراجي التونسي واللي هيكون على رأسها رئيس نادي التراجي الشخص المحترم والجميل جدا والشخص البروفيشنال اللي بيدير نادي التراجي في السنوات الأخيرة بشكل رائع جدا السيد حمدي المؤدب بالتأكيد ده هيكون في استقبال رائع جدا وبنسبة كبيرة بإذن الله هيكون الكابتن محمود الخطيب بإذن الله على رأس مستقبلي بحثة نادي التراجي التونسي مش عايز أتكلام على فكرة المعاملة بالمثل العلاقات الطيبة والوطيطة ما بين إدارتي الأهلي والتراجي أكبر من فكرة أنه يبقى فيه معاملة بالمثل زي ما التراجي استقبل الأهلي قال هيستقبل التراجي الأمر مش ماشي كده خالص العلاقة ما بين الناديين على المستوى الرسمي أو على المستوى الجماهيري أكبر من فكرة لجان مشكلة واستقبال رسمه هنا وهناك العلاقات طيبة جدا الاتصالات متبادلة بين رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الترجي التونسي حتى على المستوى الإعلامي سواء هنا في مصر ما بين إعلامي نادي الأهلي مع الإعلاميين في تونس هتشوفوا حتى لقاءات في الفترة القادمة لأن في وفد إعلامي تونسي هيبدأ يوصل القاهرة من بقرة ممكن عايز أقول لكم الوفد الإعلامي التونسي بيقترب من حوالي من 60 إلى 70 صحفي إذا عدت مختلفة نقاط رياضيين وصحفيين وإعلاميين هيكونوا موجودين في القاهرة للتغطية الإعلامية لهذا اللقاء المرتقب يوم السبت المغبل ففي الأيام اللي جاية هيبقى فيه إيفنتات كتيرة هيبقى فيه أحداث مهمة جدا هيبقى الاستقبال على أعلى مستوى من طرف النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي هل الترجي التونسي هيبقى فيه إضافات على العناصر الموجودة في لقاء الإياب عن لقاء الزهب؟ لا مش هتشوفوا اختلاف كتير نفس العناصر لقاء الزهب حتى بدكة البودلة هي هي الرجل بيشتغل في 20 لعيب ما بيغيرش فهم كتير المهم أن الأهلي بإذن الله يكون فيه أتم الجهازية لخوض لقاء العودة فاصل ثم نوصل أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند وهنشوف الكتب في السوشيال ميديا البداية معايا النهاردة في ترند الأهلي بحساب كورة بلس واللي بتكلموا فيه عن مدة غياب علي معلول مصدر في النادي الأهلي كشف عن مدة غياب علي معلول قالوا لن تقل عن أربع أشهر وتتغير المدة وفقا لحالة اللاعب في التأهيد وده اللي قلت لحضراتكم النهاردة رب أتكلم على موضوع إصابة معلول المدة مش هتقل عن أربع شهور وبإذن الله مش هتزيد عن خمس شهور لكن فكرة ست شهور وتسعة شهور صعبة جدا ونتمنى يا رب كل ما يكون المدة أقل كل ما يكون أفضل ونتمنى السلامة لنجم النادي الأهلي علي معلول نروح بعدها لحساب أنتوني مودست أنتوني مودست النجم الفرنسي لاعب النادي الأهلي النهاردة من خلال حسابه الرسمي على الإستجرام نشر صورة لعلي معلول ووجهه لرسالة وقال له سنفعل كل شيء للفوز بهذا الكاس من أجلك بالشفاء العاجل أخي أنا بقول لكم ابتداء من النهاردة للأيام اللي جاية هتشوفوا رسالة إجابيك كتير جدا على الإستجرام من لعب النادي الأهلي للنجم علي معلول وأنا بقول لكم ماتش الفاينال ده هيبقى فيه حماس كبير جدا لإهداء الكاس لعلي معلول الوطن الرياضي مصدر بالأهلي لن نتخلى عن معلول ونصق في عودته أقوى مصدر في النادي الأهلي اتكلم مع الوطن سبورتو وقالوا أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيقدم كل العنوى المساعدة لعلي معلول بعد التأكد من إصابته بقطع جزئي في وطر أكيليس قالوا أن علي معلول أكثر من مجرد ده لاعب فيه النادي الأهلي مؤكدا على ثقة النادي في عودة معلول إلى مستوى خلال الفترة اللي جاية بعد الشفاء من الإصابة طيب نكمل مع بعض ونشوف ملعب القاهرة 24 قالوا أن في عرض جيل النادي الأهلي من كايزر يتشيفز الجنوب إفريقي للتعاقد مع بيرسي تاو وأنا عايز أقول لكم هي الأخبار منتشرة أكتر في الصحف الجنوب إفريقية ولكن بيرسي تاو عقدهم على الأهلي يخلص إمتى لسه عقد بيرسي تاو مستمر مع النادي الأهلي لمدة سنتين لسه عقد بيرسي تاو مستمر مع النادي الأهلي حتى عام 2026 نكمل تاني ونشوف اللي مكتوف في الترند الوطن الرياضي مفاجأة انتقال محمد النني للأهلي مصدر بيكشف التفاصيل المصدر يتكلم على أن في مصدر مقرب من محمد النني بيتكلم وبيقولوا أن اللاعب رغم الرحيل من نادي أرسنال وانتهى التعاقد ولكن عنده عروض أوروبية عديدة للانتقال إلى أحدهم في انتقالات الصيف اللي جاي أبرز هذه العروض من نادي جلت أسراي التركي اللي داخل في منافسة ثلاثية مع ناديين من تركيا عشان يتعاقدوا مع النني خلال انتقالات الصيف هل في مسؤول في النادي الأهلي تواصل مع النني؟ المصدر المقرب من محمد النني قال لم يتواصل أي مسؤول في النادي الأهلي مع محمد النني وكل الأمور اللي بتتقال دي كلها اجتهادات صحفية وارد نظرا لمشاركة الأهلي في منديال الأندية عشرين خمسة وعشرين أن البعض بيعتقد أن الأهلي عيدا عام بلاعبين محترفين ممكن تعاقداتهم تنتهي في هذا العام أو العام المقبل عشان يلعبوا مع الأهلي منديال الأندية ولكن بأكد لحضراتكم أنني لغاية اللحظة دي الأخبار هتبقى كتير الكلام هيكون كتير ومش أنها توقف عند الخبر ده بس لا الأخبار هتبدأ المستمرة معها لغاية شهر ستة وسبعة اللي جاي طيب كورابلس والنجم الكبير الكابتن حسن شحاتة وجه نصيحة لإمام عشور وحسن شحاتة لما يتكلم لازم نقرأ ونسمع لأن الكابتن حسن شحاتة من الناس مش هتكلم بس على المستوى التاريخي كبطولات إفريقية مع منتخبنا الوطني الكابتن حسن شحاتة شخص محترم مدرب محترف لما بيقول نصيحة بيقولها مجرد من أي انتماء ودي الأراء اللي احنا بنحب نقرأها ونسمعها كابتن حسن شحاتة لما تسأل على أداء إمام عشور مع النادي الأهلي قال إيه؟ لاعب متكامل لديه جراءة غير عادية نصيحتي لي بعدم الغروب وأتمنى أن يتسم بالاحترافية الشديدة نصيحة محترمة من كابتن ومدير فن منتخبنا الوطن السابق محترف ومحترم وبإذن الله توصل النصيحة لإمام عشور نطلع لفاصل ثم نواصل أعلم بحضراتكم من جديد وآخر فقرة معنا في برنامج التريند هستعرض فيها خبر مهم جدا في التريند المحلي من ملعب القاهرة 24 حسام حسن المدير الفني المنتخبنا الوطني بيطلب حضور محمد صلاح مبكرا لمعسكر مبارتي بوركينا وغينيا بيساو طبعا هنا الكابتن حسام بيطالب صلاح بحضور قبل معادل أجندة الدولية هتبدأ 3-6 فهل ممكن صلاح يستجيب وينضم زي اللاعبين المحليين ده هنشوفه في الآمن اللي جاي بس حسب معلوماتي أن أصلا صلاح حتى في الفترات السابقة كان بينضم بعد أول يوم من الأجندة الدولية هتبقى جديدة لو صلاح ينضم المنتخبنا قبل معادل أجندة وأعتقد هتبقى يعني ترمومتر نبدأ نقز فيه العلاقة ما بين الجهاز الفني المنتخب مع المحترفين وتحديدا محمد صلاح نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة على سؤال حلقة النهاردة أصعد مباراة أو أهم مباراة أنت شفتها مع النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا السنة دي أستاذة زينب بتقول مسائل خير والسعادة مباراة مازمبي ثم الترجي هي شايفة دول أصعب مباراة للأهلي في دوري أبطال السنة دي نروح لنورة بتقول مسائل خير مسائل خير يا نورة بتقول مباراة سنبا هناك وبعدها الترجي سنبا هناك اللي احنا كسبناها على فكرة واحد سفر ماشي نشوف رأي تاني أستاذ ياسر بيقول مباراة مازمبي وبعدها النهائي وإن شاء الله البطولة من نصبنا بإذن الله وألف سلامة على الأسطورة معلول ربنا يشفي للأسف كنت عايز أستمر في استعراض المشاركات والسؤال التي راحناه ولكن وقت الحلقة جري معاكم بسرعة في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا اللقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء